يعد مدحف آثار مطروح بانوراما لسرد التاريخ الحفل للمحافظة عبر العصور المختلفة يتميز هذا المدحف برويتي للفترة الفرعونية التي تقص تأمين الحدود وإقامة الحصون والقلاع بمنطقة الحدود الغربية لمصر إضافة إلى الصيد والتجارة ومعبودات الصحراء وعلاقة مصر بجيرانها من محافظة مطروح تاني أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية قطاع الآثار والمتاحف من القطاعات التي أولها الرئيس عبد الفتاح أسيسي اهتماما خاصا نظرا لإعتبارها أحد أدوات قوة مصر النعمة المتحف في الخلفي هو من أحد المشروعات القومية اللي افتتحها سيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في عام 2018 أهلا بيكو في متحف آثار مطروح القومي وهناخدكو في جولة داخل المتحف في البداية كده عايزين تعرفنا على محتويات المتحف وابتدبع كده ناخد محارات الجولة بقى تعرفنا المساحة قد ايه بيحتوى على قد ايه العصور اللي بيحتوها المتحف هو متحف مارسة مطروح من أهم المشروعات اللي أنجزت في الفترة الأخيرة في الست سنين الأول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم الانتهاء الأعمال في 2017 وافتتاح وافتتاح رئاسي في مارس 2018 المتحف على حوالي 750 متر على طبيقين بيحوي 1062 قطع أسرية بتتكلم عن تاريخ مصر من بداية ما قبل الأسرات حتى أسرة محمد علي وموضوع المتحف وحنا نقول عليه السيناريو العرض المتحفي بيتكلم عن ملوك وصحراء حكام مصر على مر العصور واهتمامهم بحدود مصر الغربية وبأهل المناطق دي ما تجي نكمل كده كلامنا في جولة أخرى يعني ده الدور الأول الموجود في المتحف المتحف على الدورين مظبوط كده المتحف مغوم من طبيقين الطبيق الأول عرض مفتوح يعني بيتكلم عن موضوعات متعددة من الحضرة المصرية الأديمة هنتكلم عن معبودات في مصر القديمة وفي العصر اليونان الروماني هنتكلم عن الفن اليوناني والروماني والتمثيل والشغل اللي كان دائما كان مهتمين بوضع معين و مدرسة معينة في أهم قطع أسرية عندنا إيه يا فندي هنقول أهم قطع أسرية لما نتكلم عن 정ربيس أو قطع مهمة في المكان بتتكلم عن حاجة معينة هنتكلم عن التنفسي للنصف بتاع رمسة ثانية وحنا ندخلين في مدخل المتحف اللي بيقرخ وبيربط المكان التاريخ بالحاضر رمزيس الثاني كان من أهم ملوك مصر وأكترهم اهتماما بالصحرة الغربية عمل متاريس وحصون أهمها في حصن غرب مرسى مطروح بعشرين كيلو في منطقة أم الرقم فلازم كان نحط سبوتة عيجامد هنتكلم عن تمثال للفرعون شاشنك الثاني الفرعون الثالث في الأسرة الـ 22 ده الدور الثاني أهم محتاجات ده الدور الثاني الدور الثاني مختلف عن دون الأرض الدور الثاني بيتكلم عن سبع موضوعات عرضية يعني بيتكلم عن موضوع بيتكلم عن التاريخ عبر العصور بمعنى يعني بنتكلم مثلا عندنا هنا قاعة التجارة والصيد أهم النشاطين بيمتهنهم أهل الصحاري عموما وأهل المطروح بالأخص التجارة والصيد من هنا تلك لحد النهار ده موجودين يبقى أنا بتكلم عن التجارة والصيد عبر العصور مش في عصر معين اللي هم على الأقل الحاجات الورانية آه أكيد طبعا عندنا الحاجات اللي كانت بتصدر فيها منتجات الزراعية بمارسة مطروح للناحية التانية لروما وقتينا تمام؟ قتينا في الأول وبعد كده الروما العملات اللي احنا بنتعمل بيها لما نتشتغل في التجارة عقود هنبيع ونشتري هنتعمل بعقود تمام؟ دول بلطين بيمثلوا اتنين من التجار اللي بيهين دي كانت جولة سريعة داخل مطحف أطار مطروح يمكن نقطة أخيرة أحب شير ليها إن مطاري مطروح والعالمين استقبل في الموسم السياحي السنة دي 149 طيار شرطر طبعا بنتكلم على 149 طيار شرطر بيحملوا سياح من مختلف دول العالم وبيتكون على أجنتة زيارتهم للأماكن السياحية الموجودة سواء في مطروح أو في العالمين هو هذا المكان مطحف أطار مطروح تحياتي محمد عبدالله